السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معاملات واستكمالا لما تحدثنا عنه قبل كده في حلقات السابقة عن فكرة الوقف ودور الوقف واركان الوقف وايه هي التحديات اللي متواجه الوقف سواء كان في الواقع المعاصر وايه هي التطلعات الى المستقبل في مسائل الوقف فخلونا نرحب بضفنة دكتور يحيى الصوفي والبحث الشرعي والسياسي ونبدأ الحوار معا بسؤال هل الوقف يقتصر دوره ونفعه على الفرض فقط ولا الامر يمتد الى المؤسسات ويمتد الى الدول والموازنات العامة للدولة وما هو دور الوقف في دعم التنمية الاقتصادية للدول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هذه عدة اسئلة دكتور باسم في غاية الاهمية تبين لنا اهمية وحيوية خطورة دور الوقف في اغناء الدول من فقر لنقول الزكاة والصدقات دورها اغناء الفرض من فقر لكن نستطيع ان نقول ان الاوقاف هي اغناء الدول من فقر لان فلسفة الوقف انه متعد النفع يعني الزكاة لها مصارف ثمانية محدودة والصدقات لها برضو ايضا ابواب محدودة لكن الوقف دوره متعدن لا لا اقول الانسان مسلما كان او غير مسلم يعني يروض الوقف على غير المسلم المواطن نعم او كما قلنا من قبل انه بتعدى النفع من الانسان ايان كان الحيوان بل الى زمدات يعني الوقف على القناطر والكباري وعلى الابار وعلى تشجير الطرقات يبقى النفع الوقف بتعدى حتى الى البيئة والحفاظ عليها فبالتالي احنا يعني ينبغي ان نقف على متى يعني يعني كيف كان السابقين واش سابقين من زمن او يعني يعني مش هنقوله بس من عاد السلف اللي هما قدروا يغطوا يعني نفقات كثرة جدا تنخفف العب عن الدولة متمثل في مرتبات لأهل العلم والمدرسين سواء كان الذين يعلمون العلوم الدنيا والشرعية كالوقاف التي وقفت على دور الحديث والمكاتب تحفظ القرآن والكتتيب والمدارس الفقهية والتعليم العادي والتعليم العادي والعادي وده دور الوقف يعني ممكن نقول ده دور الوقف في دعم المشكلة بتاعت التعليم بلا شك ان هذا من اهم محددات الوقف اهتمامه بالتعليم وبنصب للتعليم والتعليم كله سواء كان طب هندسة فلك ري طرق دين ودنيا لم تعرف حقيقة البشرية على حد علمي في القرون السلفة ايه اللهم يقول لا ممكن يكون في العصر الحديث ان تكون هناك وقفيات لانشاء مدن طبية مش هنقول جامعات وكليات مستشفيات مدن طبية كان في العراق هناك بمرستان بمرستانات كلنا فرسية معربة يعني تاع المستشفيات يعني كان بمرستانات ديت منتشرة وصلت في الاندولس مثلا خمسين مستشفى وكان في العراق في مدينة طبية كاملة وقفية اه وقفية يعتبر زي سوق طبي يعني كان ده هنقض بالتفصيل ولكن وده دور وقف في دعم مشكلة العلاج والصحة طبعا يعني كده عالج التعليم والصحة عالج التعليم والصحة من الطريف كمان او من ضمن الحاجات الطريفة ان حتى موظف الدولة الكبار بتنشال اعباء الدولة من مرتبتهم ونفقتهم ووسائل مواصلتهم وقفية طريفة جدا هذه من نفقات العامة اه طبعا نفقات العامة لان ده موظف كبير في الدولة بيحتاج نفقة عالية عشان يقوم بمهامه مثلا زي الوقف على بغلة الشيخ وسيل مواصلات المعروفة قبل 150 سنة لاش فيه سيارات لسه فيه وقفيات بتنعمل على بغلة الشيخ الازهر احد القرى في محافظة البحيرة كان فيها حقية وما زالت موجودة خمس افدالة هما فيهم دلوقتي بيد المستقريب اللي خدوها من نهاية الصلاح الزراعي او ما زالت موجودة تحت ايديهم بتورث يا دكتور المقاف الآن بتورث كان فيه رجل عامي لكنه عايز من شيخ الازهر مكان رفيعه ومش عايزه يحتاج وبيخفف على الدولة لان في فترات كما قلت لك في فترات ضعف سياسي ممكن شيخ الازهر ماليش بقى يقل مثلا يعني فبالتالي فيه وقف على وسائل الموصلات وسائل تنقله من سراج بتاعها ومن أكسية البغلة ومن علفها ولو مات تيجي واحدة غيرها وهكذا يعني وده بيقل من الأعباء اللي على الدولة في النفقات العامة انتبع لما نخرج من مسألة الوقفة على بغلة الشيخ على بغلة الشيخ أو بغلة الشيخ الأزهر تحس بقى حجم الأراضي الخصبة في مبيع مصر التي أوقفت على أعمال البر والخير التي لو أحسن استغلالها تستطيع أن إذا كلها أثر بالغ في موازنة الدولة والتخفيف على الدولة في الإنفاق على المسائد الاجتماعية والعلمية والطبية بل والطرق الكبارية نستطيع يا دكتور أن نقول أن الأوقاف إذا أحسن استغلالها ستكون من أفضل الموارد المساعدة لوزارة الصحة التربية والتعليم والتعليم العالي والدفاع والطرق الكبارية لأن مظلة الأوقاف بتطال كل هذه الأنشطة الصحة والتعليم والتعليم العالي تعليم الدين والتعليم الأزهري والتعليم العام والتعليم العالي والمواطنين طبعاً إنه من شروط الوقف يعني أنه أعام من الزكاة والصدقات التي تعطى للأصناف المسلمين فقط والمصارف الإسلامية فقط لكن الوقف تعطى لكل المواطنين فالإحصائية عملتها وزارة الأوقاف لو قلنا أن هذه إحصائية مرعبة ولها ما لها من وجوب إعادة الحسابات مرة ثانية في أموال الوقف المهدرة إن أصول الوقف التي أوقفها الأغنياء على مربع صور وتسلمتها وزارة الأوقاف بعد الحقبة الاشتراكية التي أممت هذه الأراضي ووضعتها في يد الدولة لتطلها يد الإهمال هناك أحياء كاملة في الأسكندرية وفي المنصورة وفي البحيرة وفي القاهرة وفي الجيزة أراضي بنى عليها الناس وانتهبوها انتهبوها انتهاباً هي أرض مغصوبة يجب على الدولة أن تنتزعها انتزاعاً مش تقلن أوضاعها بقلول أوقافهم لأنها لها أغراض أخرى كانت موقوفة لأغراض أخرى ماذا يعني أن واحد قاعد في شقة بتاعت أوقافه وقاعد فيها 15 سنة في نوفق أوضاعه وانتهاله لا يطلع برا هذه أموال محرمة أموال للأمة لنا كل فرد بل هي أوقاف أوقفها الواقف لله سبحانه وتعالى لينعود نفعها على وغوه البر التي هي الأمة بأسرها انت لما تبقى الإحصائيات مرعبة اللي أمواليها ديت ان فيه تريليون جنيه مصري و 37 مليار يعني 1037 مليار جنيه مصري قيمة الأصول الأصول الوقفيات في مصري أه 1037 مليون آسف يعني اللي هو من تريليون لا مش مليار تريليون تريليون 37 مليار تريليون يعني 1000 مليار و 37 مليار ده ده المحصور اللي وهيش نزاع الأصول الموجودة طيب اللي عليه نزاع زيهم يبقى انت يا دكتور معاك ثلاثة تريليون جنيه مصري أوقاف أموال مهدرة أموال مهدرة بلا شك أن هذه الأموال المهدرة القانون بتاع هيئة الأوقاف انشئت بهاية الأوقاف اللي هو قانون 871 قانون جيد حتى أنه أعاد معنى الوقف بعد التأميم وضع من ضمن شروط الوقف أن شرط الوقف في نص الشارع وأنه يجب على هذه الأوقاف لما تستردها هيئة الأوقاف وتأخذها من هيئة الاستصلاح الزراعي وغيرها والأهيئات التي كانت وضعت يدها من خلال كمؤسسات مؤسسة الدولة على الأوقاف استردت هيئة الأوقاف القانون جيد لكن ليس هناك تطبيق جيد بدليل أن على سيد المسال كم أهدرت من أفدنا تقدر بالمليارات من الثورة لما بل الناس عليها عمرات عشرين دور مثلا لمخالفة لخواعد الترخيص باغتصاب لأرض الواقفين بانتهاك لحرمة الدولة لابد من وقفة حزمة لابد من انتزاع هذه الأموال المغصوبة لا ينفعش تقنين أوضاع لابد أن تعود إلى الأمة أقصد الأمة المصرية تعود لتكون مضخة ورافعة قوية في موازنة الدولة العامة بريعها وليس بأصولها فالدولة ليس لا حق أن تبعها أو انتهبها أو أن تمرس عليها أنشطة أو تتملكها أو تتملكها لا 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 تستثمرها وتنميها وتضعها في صندوق استثمارية وقفية وتؤسس الشركات لغرض إدارة هذه للأوقاف بشكل احترافي إلى شكل احترافي محاسبي ورقابة صارمة صارمة بعيدة عن الموظفين الذين ليس لهم خبرة لا فقهية ولا خرعية ولا محاسبية ولكنهم موظفين في دوابين الدولة لا يفقون معنى الوقف ولا يعرفون معناه ولا يشعرون بخطورته فلابد أن يكون اللي الدولة إذا أردت أن تستفيد من ما قيمته بعد رد المغصوب الذي لابد أن يرد اللي هو يساوي أيضا تريليون واكسور بما إجمالي وأوقاف مصرية قيمتها 3 تريليون منيه مصري إذا خد عندك الدولة الآن الدولة الآن بتعمل طرق كباري ممكن تعملها من هذه الأوقاف من ريع هذه الأوقاف من ريع هذه الأوقاف المهدرة وخاصة هنطلع الأوقاف التي كانت موقوفة على إنشاء القناطر والكباري يعني ممكن نقول إن الوقف له دور زي دور الضرائب بالضبط في تمويل موازنة العامة للدولة والزكاة بتشيل جزء من العبق بتاع الدولة والوقف بيشيل جزء من العبق الناس ما تحملش فوايد دون وجود إنتاجية ده من التكامل اللي موجود في فكرة الاقتصاد الإسلامي بالضبط إن كل واحد كل ركن من أركان الاقتصاد الإسلامي يساعد على حل جزء من المشكلة الاقتصادية للدولة نعم وإنتاج كمان لأن المسألة بقاها دور عبادي غير الضرائب وغير الغصوم وغير مسألة عبادي بيربط المسلم بيدفعه إلى الخير والبذل وحب الأوطان يا دكتور باسم ليس الوقف دوره مقتصر فقط على التنمية المستدامة ولا على تخفيف الضغط على موزنة الدولة بل الوقف أيضا له دور كبير جدا في تحقيق معنى المواطنة والانتماء في القسين التنمية السياسية لأن انت الشاب انت بتشغاله في المؤسسة وقفية أو الشابة وبيقوم بدور ما كان دور محاسبي أو دور طوعي أو إلى آخره ويشعر بأنه يقدم نفع للدولة من خلال أوقاف أوقافها أهل الإحسان والبر ومردود لها على الغير هو بيشعر بهذا الانتماء وبيشعر أنه داخل كيان ومحب له من خلال المؤسسة اللي بيشتغل فيها من خلال دولته فبتربي عند الشاب روح التطوع أو البذل حتى الذي هو بالأذر اللي هو موظف وبتعمل عند الشاب ما يمكن أن نسميه التنشئة أو التنمية السياسية التي تعطي نتيجة مهمة جداً وهي حب هذا البلد مسألة مهمة جداً ده في مسألة كمان تانية دكتور لو تسمح لي مسألة دور الوقف في دعم المشروعات الصغيرة يعني الناس كتيرة بتبقى خايفة أنه يفتح مشروع صغير في يفشل فكتمن ضمن الأفكار المقدمة في الأبحاث أنه هو يعمل وقف بحيث أن لو المشروعات الصغيرة حد يعمل مشروعه وخسر منه أو تدين فتبدأ الأوقاف دي أن هي تسد ديون ديات عليه فبالتالي خلته يتشجع طبعاً لما فرطش فده بتخليه يتشجع أن هو يبدأ يشتغل في الاستثمار وفي المشروعات الصغيرة وبالتالي هو هيدعم بشكل غير مباشر لفكرة الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزء في نفس الوقت فالأوقاف لها دور جيد في دعم المؤسسات وفي دعم الأفراد وفي دعم الدول زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت ودعم الاقتصاد بشقيه الكلي المرتبط بالوزن عامة للدولة والجزء المرتبط بالشركات الأفراد الصغيرة والمشروعات الصغيرة فإذا له عمومية وله شمولية يعني ليس من الصواب أن نفرط فيه ولا في أهميته ولا في أعادة نشر الثقافة والوعي بقيمة الوقف هل مسألة الوقف النقدي كنا نتكلم فيها قبل الحلقة ممكن هكتقول لنا إيه فكرة الوقف النقدي والتحول من فكرة الوقف النقود إلى فكرة وقف الريع الناتج من النقود وزي استفاد منها الفقير وزي استفاد منها الدولة نفسها؟ نعم هو الفقهاء قديما تكلموا في الوقف النقدي فجمهور الفقهاء على أنه غير جائز لأنه نظروا إلى النقود أنها مستهلكة فضلا أنه كيف سأستفيد من النقود؟ هنأجرها؟ لما ينفعش الإيجار لأن الإيجار هبقى بفائدة هنعمل إيه؟ خاصة للنقود كانت ذهب وفضة فهنا بقى تبقى حلي تأجر يعني إيه؟ أنا بقيت مجهولات آه بقيت مجهولات خرجت من معنى السمانية فبقى محصورة في أنه إحنا إيه؟ في وقف بنديه للفقراء وهذا طبعا باب الورع أنه ما يتخدش طبعا ما يتخدش مقابل يعني خروجا من الخلاف يعني حتى لو هي حلي فبالتالي وفضلا أنها مستهلكة لكن كما قلت حضرتك وكلام ده أنا معجب لي جدا مسألة أن الأدلة في الوقف والزكاة كثيرة جدا والأحكام المتفرعة منها قد تكون قليلة لتعطي مساحة من المرونة بالاجتهاد والتطوير المسألة بالضبط كده المقيادة بأصل النصوص والثواب بالضبط على حسب حاجة المجتمع وحاجة الفرض وحاجة الدولة نفسها بالضبط يعني لو واحد أوقف مال وحطه مثلا في البنك ولقينا ده العائد بتاعه قليل أي؟ هل ينفع أن احنا ناخد الوقف ده نعمل به استثمار جديد؟ نعم حسنت نحن ناخد واحد من إشكالية التي توقف فيها جمهور في مسألة عدم جواز ووقف النقدي لأن الآن الوقف النقدي صح أن يكون وقفا نقديا وليس عيدا يستثمر في مشاريع استثمارية ونأخذ هذا العائد من عين هذا المال المستثمر نصرفه على مصارفه التي أوقف من أجلها هذا المال وبالتالي بدأت بقى الأبحاث الجديدة وبدأ التصور الجديد لمسألة وقف النقدي أنه يعمل صنديق وقفية صنديق وقفية دي احنا بنجمع هذه الأموال الموقوفة نضعها في صنديق وقفية ترعاها مؤسسة وإدارة تبقى أشبه بنظارة عامة نظر الوقف عندما يبقى واحد يبقى مجموعة هيئة نظارة عامة تصرفها في مصارفها طيب لو إحنا وغادنا أن الاستثمار النقدي ده وضع في أشكال مختلفة أو وضع كما تقول أنت في بنك بيعطي ريع حلال بنك إسلام يعني أو الصيرفة إسلامية طب هل يترى لو النظارة الجماعية دي وجدت أن الريع ده بسيط فهل لها أن تخالف شرط الوقف؟ آه بالإمكان أن الناظر يخالف شرط الوقف للمصلحة لما هو أعم أو لما يرى أن الوقف تعطلت منافعه ولو كان الوقف بعملة محلية هيئة كلها تضخم لا يتصرف يحولها العقار يشتري بها عقار يشتري بها قصور ينظر إلى الغرض الأساسي من هذا الوقف آه نعم وهذه المرونة في الحقيقة ومصلحة الموقف طبعا تحددها الإجتهادات الفقهية المعاصرة التي لاها دليل من الشر قطعا لأنه ما المعنى أن أنا أترك وقفية نقدية كلها تضخم أو مثلا هعمل وقف لدبة شيخ الأزهر طب واللوية ما عدتش بركب دبة آه تطوير بقى بركب سيارة نجيب له سيارة وهكذا وهكذا وده من مرونة بتاعت الوقف معاني جميلة والمعاني دي حتى يعني الأشياء دي حتى وأن كانت صغيرة لكن بالشك هتخفف كتير جدا على ميزانية الدولة وبلا منا بلا منا لا بلا الوقف وبلا حرم من ما يقف عليه إذا كان شيخا أو مدرسا أو عالما أو فقيها يا دكتور يعني أليس أليس نستطيع من مال الوقف ده أن نخرج كل سنة عشرة ملايين جنيه مصري جوائز لأحسن بحث في الفيزياء أحسن بحث في الطب عشرة ملايين عشرة أنشطة بقى بحث في الطب بحث في الفلك بحث في الفيزياء بحث في الكيمياء بحث في العلوم الإنسانية هشجع البحثين إن هم يشتغلوا احنا ندور دلوقتي لما نيجي نعمل مؤتمر محتاجين سبونسر أو رعاة لمسائلها عشان نعمل المؤتمر ده بالصبت جوائز على أحسن بحوث وأحسن براءة اختراع أنت بتحرك البحث العلمي في المجتمع بل أن أنت بتخفف على الدولة المصارف تعجز عنها المزينة العامة للدولة فالموضوع الوقف إنما هو نافع لدين الواقف لأنه أمر عبادي ونافع للدنيا الموقوف عليهم وبالجملة المؤسسات والدولة فهو الوقف كله خير ومن أعظم القواعد الاقتصادية والمالية التي قوت على الحضارة الإسلامية على مر العصور وللأسف الشديد من الغرب أخذها في الوقت الذي أمات فيها الأوقاف عندنا من خلال الدولة القطرية القومية التي أمامت أوقاف المسلمين بطريقة حتى وإن كان القانون تحية الأوقاف استردت هذه الأوقاف ولكن بعد أن ترهلت وبعد أن فقطت قيمتها وبعد أن إضاعة كثير من أعينها ومع زيادة الضياع في عندك ثلاثة رليون ينتظرون أعادة التفكير أعادة التفكير وده دورنا في البرنامج نحن نعمل توعية إلى هذه المسألة الحديث في الوقف وفي مسائل الوقف ذو شجون صحيح وإحنا محتاجين لحلقات وحلقات إن شاء الله نشكر حضرتك دكتور على يعني صفرك وعلى تكاملك هذا الأمر نقال لحاجة نعملها نشارك في هذا المسار اللي حضرتك خدته وأنا بنشكرك جدا وأدعو لك بالتوفير شكرا شكرا نشكر المشاهدين على حسن استماعهم وإن شاء الله نلقاكم في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا